اشتركوا في القناة متزوجي عندي خمس أولاد اتقدمت لهاي الوظيفة وإن شاء الله أكون وإن شاء الله تقبلوني شو بتعرف عن الشركي؟ الشركتكم شركة كتير معلوفة عالمية من مستوى فلسطين الشركتكم كتير معلوفة إن الكادر اللي عندكم كتير محظوظ كتير عنده امتيازات وبتمنى أكون من هذا الكادر احكي لنا شو ممكن ضيفي مؤهلات وخبرات للشركة عندنا أنا عندي كتير خبرات وكتير مهارات كتير متدربة ورشعة عمال ودورات كمان الوظيفة اللي انتو طالبينها أنا يعني متوظفة قبل هيك في نفس هاي الوظيفة فما في حاجة إنو انتو تدربوني طبعا جميع معلومات الاتصال اللي بعثتيها عنك موجودة عندنا عن إيميل منتمنى تكوني ضمن طريق العمل يعطيك الآخر شكرا لكم ناسكم العقل أهلا وسهلا فيكي ممكن تعرفين عن حالك فيك أكتر أنا اسمي إخلاص صايل مصطفى جبارة من سالم نابلس عندي إعاقة بصرية منذ الولادة ولكن تكيفت مع إعاقتي واستطعت أني أعيش مثلي مثل أي شخص ما عنده إعاقة وكمان بحب أحكي إنو أنا دارسة باكالوريوس لغة إنجليزية وماجستير ترجمة كمان لغة إنجليزية خريجي هذا الفصل ليش تقدمتها للوظيفة وليش اخترت هاي الشركة بالضبط يعني تقدمت للوظيفة لعدة أسباب أحد هذه الأسباب إنو أنا بالرغم من إني شخص ضوء إعاقة بصرية إلا إني استطعت إني أكون حاضرة في شركتكم وطبعا الشغل الثاني إنو أنا نفسي يكون عندي فرصة عمل مثلي مثل غيري وتقدمت كمان لشركتكم لأنه أنا أخدت دورة اتصال وتواصل والعمل ضمن شركتكم رح يعطيني إن القدرة على سقل كافة المهارات اللي لازم للتواصل مع الناس والتعرف على يعني آلية العمل في شركتكم ممكن تقولي لي مين اللي اخترع الهاتف اخترع التليفون العالم أليكزاندر غرهامبيل طيب ممكن تقولي لي برضو مين الأول واحد طلع على الأمر رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونج شكرا لك يعطيك الآن مرحبا وقلوا لي صوتك حلو والله صوتك حلو شكرا نتاز تاليا ممكن طلب صغير ممكن أخذ الفيسبوك أكاونت تبعيك باقل ألو شكرا كتير برسي برسي شكرا